جواد قنانا ودنيا بطمة في إحدى الملاهي الليلية يصدمان المغاربة بعد القطيعة والخصام التي دامت لسنوات أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يجمع خبير الماكياج جواد قنانا والفنانة المغربية دنيا بطمة بعد سنوات من القطيعة اللقاء الذي أقيم في إحدى الملاهي الليلية الذي أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في الفيديو الذي انتشر بسرعة يظهر جواد قنانا ودنيا بطمة وهما يتبادلان الضحكات والأحضان إشارة واضحة إلى أن الخلافات السابقة قد أصبحت من الماضي وقد أحاطت باللقاء أجواء من الود والتصالح مما أثار إعجاب الجماهير وتفاعلهم الكبير على منصات التواصل لافتا إلى ذلك انضمت دنيا بطمة إلى جواد قنانا على المسرح لتؤدي أغانيها وسط أجواء مليئة بالحيوية والابتهاج ووثق الفيديو الصلح بين دنيا بطمة وجواد قنانا حيث ظهر الأخير وهو يعانقها خلال تواجدهما بإحدى الملاهي الليلية بمدينة مراكش وعلق جواد قنانا على الفيديو بتعبير غامض قائلا مهم دكشي بيني وبينها مما أثار تساؤلات الجمهور حول تفاصيل التصالح ومضمون الكلمات تجدر الإشارة إلى أن هذا التصالح يأتي بعد فترة من الخصام الشديد بين الطرفين والذي شهد تبادلا حادا على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام في النهاية يظهر هذا اللقاء الرائع كفرصة للفنانة دنيا بطمة وجواد قنانا لتقديم رسالة إيجابية تشير إلى أهمية الوحدة والتسامح في بناء علاقات صحيحة ومستدامة في عالم الفن